موسيقى هنا اوكرانيا نشط الاخبار من قناة يوتيدي من العاصمة كيب معكم مياد السيتي اهلا بكم اقرى مجلس الوزراء الاوكراني اليوم مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المقبل 2021 والمتضمن رفع الحد الادنى للاجور ومواجهة تفشي فيروس كورونا هذا ويعتزم البرلمان الاوكراني النظر في مشروع الميزانية يوم الجمع المقبل وفقا لرئيس البرلمان ديمتري رازمكوف وكانت وزارة المالية اطلقت على مشروع الميزانية للعام المقبل اسم ميزانية فرص التنمية ونبقى في شأن الميزانية العامة الاوكرانية حيث افادت وزارة المالية بان ايرادات الدولة ستزيد عن تريليون هريبنا في العام المقبل وان العجزة سيبلغ مائتين وسبعين مليار وانه من المتوقع ان ترتفع نسبة التضخم الى سبعة فاصل ثلاثة بالمئة وحددت وزارة المالية الاولويات الرئيسة في مشروع الميزانية الجديد التي تشمل رفع الحد الادنى للاجور وتوفير الادوية باسعار معقولة وتصدي لوباء كورونا ومواصلة برنامج اصلاح وبناء ما يسمى المنشآت الضخمة في البلاد النفقات المخصصة لمواجهة تفشي وباء كورونا كبيرة وتبلغ تسعة عشر مليار هريبنا فاصل اربعة ومن ضمنها خمسة عشر مليار فاصل ثمانية لبرنامج الضمانات الصحية ومليارين فاصل ستة لشراء اللقاحات ومليار هريبنا لبرامج الوقاية ومنع انتشار الفيروس في المدارس أعلن مكتب الرئيس الأوكراني اليوم توقيع الرئيس بلاديمير زيلينسكي على مشروع قانون يتعلق بالتصديق على مذكرة تعاون مع الاتحاد الأوروبي ستتلقى أوكرانيا بموجبها أكثر من مليار يورو ومن المنتظر أن تحصل أوكرانيا على شريحتين بقيمة ستمائة مليون يورو ستخصصان لدعم استقرار الاقتصاد وميزان المدفوعات إلى جانب تنفيذ الإصلاحات في مجالات المشتريات الطبية والضريبة والجمارك والنظام القضائي وسوق الغاز أعلن الرئيس الأوكراني بلاديمير زيلينسكي اليوم استراتيجية الأمن القومي الأوكراني وتوجهاتها الأساسية وأشار الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس إلى أن الاستراتيجية تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة تشمل تطوير القدرات الدفاعية وقدرة الدولة والمجتمع على التكيف مع التغيرات في الأمن القومي إلى جانب تعزيز التعاون مع الشركاء الأجانب على رأسهم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو كما شملت الاستراتيجية التحديات التي تؤثر على الأمن القومي والمتمثلة بمواجهة انتشار وباء كورونا والكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ ازداد عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في العاصمة كييف في وفي عموم أوكرانيا خلال اليوم الماضي أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية تسجيل 2462 إصابة جديدة ونقل 362 مصابا إلى المستشفيات تقرير وزارة الصحة أشار إلى أن عدد الإصابات الأكبر سجل في أقاليم ترنوبل وخاركف وأودسا والعاصمة فيما شدد وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانا على ضرورة التطعيم ضد الإنفلوانزا وذلك تزامنا مع اقتراب تفشي الأوبئة الموسمية وأضف بأن الحكومة تخطط لتأمين التطعيمات مجانا لفئة الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الإصابة في موسم انتشار الأوبئة في العام الفائت تم استراد 542 ألف جرعة من اللقاحات ضد الأنفلوانزا في حين أفادت مؤسسات الرعاية الصحية بتطعيم 238 ألفا وتسعة وسبعين شخصا وهذا يمثل 0.6% من إجمالي عدد سكان أوكرانيا في هذا العام نرغب بتطعيم عدد أكبر من السكان قال رادي صابودا أن حليفة زعيم المعارضة الروسية لكسي نافالني فازا في الانتخابات التي أجريت في المدن التي زارها نافالني قبل وقت قصير من تسميمها كانت الانتخابات الإقليمية انطلقت في روسيا يوم أمس حيث تمكن رفيقان نافالني كسينيا فاديفا وأندري فاتيف من الحصول على غالبية الأصوات في المجالس الإقليمية لمديتاتي تومسك ونواسيبيرسك يبدو أن تسميم أليكسي نافالني في هذه المدينة لعب دورا ضد السلطة الحاكمة فقد خسر مرشحها عددا من الدوائر الانتخابية المهمة واحدة تلو الأخرى من جهة أخرى قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت أن مختبرين كيميائيين متخصصين آخرين في كل من فرنسا والسويد أكد تسميم زعيم المعارضة الروسية لإكسي نافالني بمادة سامة من مجموعة نوفيتشوك الأمر الذي أكده أيضا مختبر عسكري ألماني في وقت سابق وفق مجلس الوزراء الأوكراني على التوصيات بشأن مراعاة قواعد الحجر الصحي في الانتخابات المحلية الأوكرانية التي ستقام في الخامس والعشرين أكتوبر المقبل تشمل التوصيات تنظيم العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع حيث من المفترض أن لا يزيد عدد الناخبين عن ثلاثة أشخاص أمام لجان إصدار بطاقات الاقتراع كما يجب على الناخبين ارداء الكمامات وعدم استحاب الأطفال بالإضافة إلى ذلك حددت الحكومة الأوكرانية إجراءات التصويت في الانتخابات للأشخاص ممن فرض عليهم العزل الداتي قال المتحدث باسم المفاوضات الأوروبية لشؤون سياسة الخارجية والأمنية بيترستانو إن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بنتائج الانتخابات الإقليمية التي أقمتها روسيا في القرم واسفستوبل وأشدت استانو على أن الاتحاد الأوروبي لا يزن مصرا على دعمه لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضها وردا على تنهيب روسيا للانتخابات الإقليمية في شبه جزيرة القرم غير الخاضع لسيطرة أوكرانيا يوم أمس دعت الخارجية الأوكرانية المجتمع الدولية إلى إدانة الممارسات الروسية غير القانونية وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات لم يعترف الاتحاد الأوروبي بالضم غير القانوني لشبه جزيرة القرم وسيفستوبل وبالتالي لا يعترف بإجراء انتخابات في هذه المناطق لن يعترف الاتحاد بأي شخص ينتخب في التصويت الذي نظمته روسيا في شبه جزيرة القرم كممثل لتلك الأراضي التي تشكل جزءا من أوكرانيا حاز الفيلم الأوكراني الطرق السيئة من إخراج ناتاليا واروجبيد على جائزة مهرجان المندوقية السينمائي في فئة الأفلام الأكثر ابتكارا الفيلم يتضمن خمسة أحداث مختلفة تحاكي ظروف الحياة في الدنباس شرق أوكرانيا والعلاقة المعقدة بين سكان المدنيين والجيش صورت أحداث الفيلم في بلدة كوراخوا في إقليم دانيتسك على بعد عشرة كيلومترات من الخط الفاصل استغرق تصويره ثلاثة أشهر فقط ظهرت تحافلات كهربائية جديدة صديقة للبيئة في مدينة دنيبرو تعمل عن طريق الشبكة الكهربائية وأيضا من خلال بطرية يمكن شحنها أثناء الحركة إثنتا عشرة حافلة كهربائية تم شرائها من بيلاروس بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ستعمل على طول الطريق الذي يربط منطقة بريدنيبروفسك السكانية بوسط المدينة كنت أتوق لذلك في الصباح أتيت وانتظرت الراكب الأول ومن ثم الثاني والثالث أعجبني ذلك جدا تتميز هذه الحافلات بتقنية متقدمة حيث يمكن شحنها ديناميكيا وبمقدورها قطع مسافة 12 كم وهي محملة بالكامل ومع تشغيل كافة أجهزتها سبع ساعات من الإعداد في الهواء الطلق تهاط مدينة دنيبرو شمروا عن سواعدهم وغايتهم كانت تسجيل رقم قياسي وطني لأطول بيتزا فهل نجحوا في مسعاهم؟ وما هو حجم المقادير لتحضير 150 مترا من البيتزا الإيطالية في أوكرانيا؟ زملائنا لبوا الدعوة وعادوا بهذا التقرير 150 مترا من البيتزا الإيطالية وتحقيق رقم قياسي جديد هذا هو الهدف اللذيذ والتحدي الأشهى لمجموعة طهاط من مدينة دنيبرو عملية الوزن مهمة جدا حتى تتناسب العجينة في جميع أجزائها ولا تكون سميكة هنا ورقيقة بعد عدة أمتار عندما يكون الوزن هو نفسه سيصبح كل شيء مثاليا وبنفس القياس بالتتابع تخبز قطع البيتزا وتجهز لخمس ساعات متواصلة يعمل 12 طهيا جاءوا من مطائم مختلفة في دنيبرو لإعداد البيتزا الأطول يجب أن لا تكون البيتزا الأطول فحسب بل يجب أن تكون موصولة وكأنها قطعة واحدة ولهذا توصل القطع باستخدام اللهب فتلحم ببعضها 60 كيلو جراما من العجين 20 كيلو جراما من اللحم المقدد والنقانق والكاتشاب بالإضافة إلى 50 كيلو جراما من جبن الموزاريلا الطهات جميعهم أوكرانيون والمواد أيضا جميعها من إنتاج محلي خالص أما الطبق فهو البيتزا الإيطالية ممثلوا السجل الوطني للأرقام القياسية الأوكرانية أخذوا قياس البيتزا لكن طولها النهائي بحسب الحكام لم يطابق الرقم المقصود وقل عنه بمترين الرقم القياسي المسجل في موسوعة جينيس العالمية هو البيتزا بلغ طولها كيلو متر ونصف حسنا إلى حد ما نحن مبتديون لكننا نلنا شرف المحاولة بعد تسجيل الرقم الأوكراني في الموسوعة الوطنية وزعت قطع البيتزا على الحضور وتلذذ بطعمها أكثر من 1500 شخص توصل علماء أستراليون لطريقة تساعد الأطباء الذين يعانون من الإجهاد نظرا لقضائهم أوقات طويلة في علاج مصابي فيروس كورونا والطريقة هي الاستعانة بالكلاب من أجل الترفيه وتخفيف التوتر روزا وجاك هما الكلبان اللذان تصدى لهذه المهمة وشرعا في أداء مهمة الترويح عن النفوس المجهدة وخلق أجواء الفرح والراحة موظف المستشفى أكدوا أن زيارات الكلاب لا تخفف عن الأطباء فقط بل تدخل البهجة إلى نفوس المرضى أيضا من الواضح أن هذه وظيفة مرهقة وقد أصبحت أكثر إرهاقا مؤخرا ولكن بمجرد أن ترى روزي أو جاك في الغرفة فإنك تنسى الإجهاد والتعب لقد كانت رائعة وأمدتنا بطاقة إيجابية للغاية أصبح طاقمنا الطبي ينتظر بفارغ الصبر حضور الكلاب نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة يو تي بي شكرا لحسن المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة